بسم الله وبركاته ازايكم سنة تاني عاملين ايه معاكم علي اقراجدين من الفرق الرابع نهاردة هنراجع محضرة الاناتومي لمفاتيك سيستم طيب مننساش نديع الاخواتنا ربنا يرحمه مننساش نديع الاخواتنا في الفلسطين والسودان طيب احنا قلنا الليمفاتيك سيستم دوت هو عبارة عن فسكولور سيستم ويساعد فيه الاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي والدفاعي بتاع الجسم طيب هو اول حاجة بيتخلصني من السموم والفضلات واي ماتريل انا مش عايزها ويساعد على اني اعمل بالانس ان انا حافظ على الفلود بالانس في الجسم تمام تمام احنا قلنا ان هو عبارة عن شوية ارجان وشوية ليمفاتيك فيزلز ويسيركليشن من الليمف طيب تونسل والثايموس والاسبينين هنفهم ده كله دلوقتي طيب اول حاجة احنا قلنا برايميري وقلنا سكنداد تمام البرايميري اولاد اللي احنا قلنا عليهم بيصنعوا له الليمفو سايد وبيعملوا لماتيوريشن البرايمير يعمل حاجتين بيصنعلي الليمفو سايد وبيعمل ليماتيوريشن الليمفو سايد ده يصنع زي اول حاجة انا عندي بون مارو. بيصنعلي الاستمسل. الاستمسل ده بيصنعلي اربيسيز وايد بلاد سيلز و بلازما. الوايد بلاد سيلز ده بيصنعلي اللينفوسايد. نوع من انواع اللينفوسايد ده بيطلعلي ايه? بي سيل و تي سيل. تمام تمام. طيب. زي من امثلة بون مارو و تايمس و فيتل لبر تمام. طيب. السكندري بيحصل لها دفرانشيشن اللينفوسايد. دفرانشيشن يعني كل واحد بياخد حاجة يعني وحد بياخد بي وحد بياخد تي. وبعدين بيحصل لها زي التطور في شغلها وتبدأ تدافع لو حصل اي حاجة في الجسم. تمام? بتبقى زي اكتيفيشن اكتر يعني. تمام? اليمفونود والسبلين والليمفويد فوليكل والتونسل والمالت. طيب. احنا زي ما قلنا من شوية ان البون مارو بيصنعلي الاستمسل والاستمسل بتصنعلي اللينفوسايد وهكذا. طيب. انا عندي بقى انه اول ما تتصنع الليمفويد ديت بتبقى كلهم شبه بعض. يعني نفس الحاجة. بعدين بقى بيحبة بيبقوا بي وحبة بيبقوا تي. التمام؟ اللي بيبقوا بي اللي بيبقوا بي بيفضلوا في البون مارو. تمام؟ اللي بيبقوا تي بيروحوا في الثايمس. طيب. وبعدين البون مارو بيساعد ان هو يروح الثايمس. وبعد ما الاتنين بقوا في البون مارو وحصل لهم الثايمس وحصل لهم بيروحوا فين? بيروحوا من خلال يروحوا للسكندري ارجان عشان يبدأوا يشتغلوا شغلهم الحقيقي. طيب. احنا قلنا ديت. الثايمس دي احنا قلنا انها تمام? اه كل لوب بيتكون لوحد وبعدين بيلحموا اه مع بعض. تمام? تمام. هو بيبقى اه متغلف بكابسول. تمام? متغلف بايه? بكابسول. طيب اه دي غلطة مني في المحضرة الاسي قلتلكم مش 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 كابسول. لا هو متغلف بكابسول. تمام? انكابسوليتك. اه طيب. بيبقى وراء الاسترنم. ده الشيست. وده الاسترنم بتاعنا. بيبقى وراء الاسترنم. بيبقى في ايه? بيبقى في التي لينفو صعب. تمام? اللينفو نوت دي اللي هي العقد اللينفوية بيبقى مثلا ده الفيزلز اهو بيبقى في هنا عقد وهنا عقد وهنا عقد. تمام? طيب. هو العقد اللينفوية دي يساوي فلترة. تمام? فلترة. ان انا بيدخل لي الحاجات السمة وانا بقى بفلترها وبطلحها ايه? اللمف سليم. ما فيوش اي ما فيوش اي انا مش عايزاها. بيبقى سليم حرفين. اه في بعضهم بيقول انها شبهة الزتونية يعني. تمام? طيب. فيه عليها ودي قلنا في المحاضرة بالتفصيل وكده. يعني هنعديها. ايه بتاعتها? انها بتفلتر. قلنا انها ايه? بتفلتر. بتفرد للمف نود وريموف اي باثوليش. تمام? دي اهم حاجة يعني هي بتاخد كل حاجة وتفلترها من اي باثق ومن اي اي حاجة سمة. تمام? هي بتطلع لما يبدأ في حاجة يعني معينة اللمف سليد بتطلع الانتباطي وتدقة تشتغل شغلها بقى عشان ايه تحمل الجسم. طيب انا عندي بقى اللسبلين ده قلطف حاجة يعني في المحاضرة. ايه ده معلش على الحوسة يعني. بس ده اللسبلين. تمام? انا عندي ايه ده دايفراماتيك سيرفس وده ايه فاسكورال سيرفس. الديفراماتيك خالص هو ما فيوش حاجة هو هو اسموس خالص ما فيوش اي حاجة وعندي ايه ايه تو الاند انتيرور. التي تحت دي انتيرا ودي بستيرير اند. تمام? انتيرا ومتيور اند طيب وعندي التوبوردر اللي فوق ده ايه هذا اسمه هايلام نقسم البطن الى 9 ريجر هو هنا هتعرفوه في العملي اكتر وهنشرح في العملي ان شاء الله هو وراء الرب التاسع والعاشر والحضاشر هنشرح دلوقتي نتكلم عن الابر بوردر الابر بوردر اهم حاجه فيه انه هو في نوتش والنوتش دي قريبة للانتيريور انت اكتر وعندي الابر بوردر الحاجه المميزه فيه انه هو اكتر من الابر بوردر تمام تمام نجي نتكلم عن السيرفيس تمام السيرفيس يا ولاد انا عندي ايه انا عندي اهو ده الاسبلين تمام وراء ده اللي هو اللي انا اعلم عليه باللسويت ده ده الدايفرايم ده ايه الدايفرايم شايفين ده ده اللور لوب من اللانج وديه البلورة بتاعته اللي بتحميه تمام فهو الدايفرايم بيفصلي بيفصلي الاسبلين عن اللانج اللور لوب من اللانج وبيفصلي عن الليفت التسعة وعشرة وحداشر ريب تمام تمام بالنسبة بقى بالنسبة لل الفسكرار للفسرار سيرفيس الفسرار سيرفيس يا ولاد بيبقى فيه هنا الاستومك بتعمل ضغط هنا وبيبقى منطقة الفونتس اكتر حاجة وهنا الكولك بيعمل عند الانتيريور اند الكولك ده احنا عندنا فسفورز وعندنا دستندي وهنا عند فسر هو ها الليفت هنا ويندي هنا هنا النقطة دي بالظبط بيعمل البنكرياس الديل بتاع البنكرياس بيروحي ويعمل نقطة هنا يعني هنا بازبط عند الهايلم تيلبنكرياس بيعمل عند الهايلم هنا بقى في المنطقة دي هي عند يعني قريبه من اللور بوردر ده بيعمل الكيدني تمام تمام الهاي لنبقى ياولاد بيدخل فيه ارتري وبيطلع منه فين وبيدخل فيه نيرف وبيطلع منه ليم فيزلز وهكذا تمام الارتري احنا قلنا عندي ابدوم من الاورتو تمام الابدوم من الاورتو بيطلع لي حاجة اسمها سيليك ترانك سيليك ترانك ده بيديني برانشين تمام برانش تبع الاسبلين وبرانش تبع الهيباتك تمام هو بقى البرانش تبع الاسبلين اسمه ايه اسبلينك تمام هو تورشوس الارتري هتلاقوه كده تورشوس ومرحوظ قوي في الجور يعني تمام الفين بقى الفين بيعمل ايه بردو بردو من اسمه سبيلينك فين تمام وبيصب بفين بيصب في البورتل فين تمام تمام اللينفافيزلز بقى ان هو بيبقى عنده في الاسبلين الوحيد اللي بيبقى عنده افرنت ما عندوش افرنت تمام ما عندوش حاجة داخلاله عندو حاجة طلعوله بس ايه فرنت تمام هنعرف ده دلوقتي اه نكمل يا ولاد اه دلوقتي اه هنعرف السيرفس انا تمام انا بس اعيزاكوا تعرفوا انه انا عندي رقم تسعة وعشرة وحضاشر رقم تسعة بيوازي اه الابر بوردر حداشر بيوازي الور بوردر وعشرة فى النونج اكزس بتاع تمام 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 عايزا عايزاكوا تعرفوا انه الانتيرور اند دوت بيوصل بيوصل لحد تمام تمام طيب الي هو هو هذا تمام انا عندي اثراسك اه اه اثراسك تي عشرة يعني تي عشرة لما لما بحددها بمشي خمسة سنتتي وبعدين بقوم حطى نقطه النقطة دي تدل على انه بستيرور انه تمام 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 ده ملخص الكلام ياولاد الاسبلين بيعمل تقريبا نفس شغل الليفر انه هو بيفرطر الدم وبيقدل اي ارجانزم سام او احنا مش محتاجينه بيدفع من الجسم تمام بيشتغل على انه هو دفاع للجسم يعني طيب التونس ياولاد انا عندي سواء بقي او انفي او كده دول على الشارع يعني فيهم فتحاته على الشارع فلازم يكون فيهم حاجات بتمنع ان انا يدخل حاجات منهم يعني انا مثلا يدخل حاجة من انفي او حاجة تدخل للجسم فلو دخلت الجسم بتعمل لها مشاكل ففي حاجات بتصدها زي ايه بقى التونسل دول تمام زي البلد واللنجول والفرانجل تونسل تمام الفرانجل تونسل اهي اولاد بتبقى موجودة هنا بتبقى ملزوقة حرفيا تمام تمام بس يعني ده اغلب حاجة او معلومات اكلينيكية بقى انو الفرانجل تونسل دي لما بتكبر بتبقى حاجة اسمها ادانويت اللحمية طبعا تكتات الانتيب ياخدون وفلوس من وراها كثير هنشرح بقى على صورة وكل سلايدات جاية نفس الكلام فهنشرح على صورة وبعدين نرجع نقول كازا حاجة هي المختلفة شوية تمام طيب عندي السيركليشن بتاعت الليمف اهي اولاية تمام الارتري والفين وكده عاملين هنا كابلاري تمام الكابلاري دي بتنقل مثلا الارتري بين الحاجات اللي هو مش عايزها للفين تمام في بعض المواد بتبقى كبيرة متقداش تدخل في الفين او التوكسن او كده فبيروح للليمفنود فبيدخلوا الايه للليمفنود فالليمفنود بيبقى فيها كابلاري تمام تبدأ يعدي منها الحاجات دي في الكابلاري بتاعتها بعدين يمشوا في ايه لينففيفيزللز تمام صغير بعدين يمشوا في لينففيفيزلز كبير تمام تمام بعدين يروح الحاجات سماها افرند続ان تمام احنا عندنا اللينفنود ديت يا اولاد عندها حاجة اسماها افرند حاجة دخلالها وحاجة طلعالها اسماها افرند تمام حاجة دخلالها دي اسماها افرند luego أفرند古ان تمام بيدخل لها اللينفنود ق Amerika انها مصفى سوف تصفي السائل اللمفاوي اللي جالها ده تمام بعد ما تصفيه هتطلعوا سليم سائل اللمفاوي خالي من اي عيوب تمام هتطلعوا من الافرنت ده هيروح لحاجة اسمها داكت عندنا تو داكت تمام بس الاكبر والاشهر اسمه سيراتك داكت تمام هيروح بعد ما يروح للدكت هيرمي في الفين والفين يروح للقلب تمام دي قصة السيركليشن اللي هو هيعدي الكلمة عنها في كزا سلايد كلهم نفس الكلام بس عشان يعني ما نضيعش وقتنا تمام طيب عندي بقى تو داكت رايت لنفاتيك داكت وثراتك داكت تمام انا عايزاكو تعرفوا حاجتين اول حاجة اول حاجة انه الثراتك داكت بتاغد اغلب الجسم معادة الابر بوردر الحتة دي بس الحتة دي بالضبط بياخدها ايه الرايت تمام بياخدها ايه الرايت لنفاتيك داكت تمام تمام لازم تحفظوا الامثلة بتاعت مين بيصب في الرايت لنفاتيك داكت بحيث ان هو لو جاب اي حاجة تانية يبقى ثراتك داكت هو اللي بيصب فيها تمام ونعرف برضو انه معلومة مهمة انه ثراتك داكت بتبدأ حاجة اسمها سسترنا كايلاي دي البداية بتاعتها تمام اهي اللي عاملة زي البلونة دي اسمها سسترنا كايلاي تمام تمام بس ياولاد يعني حاولتو ان هو دي بقى مراجعة سريعة يعني وكده طبعا كنا حلين الاسئلة في الفيديو الاساسي شكرا ياولاد